مدينة الصخيرات كمال عادة كنقولها وكنعودها كتفتاقد جميع مقويمات المدينة مؤخرا كتعرف واحد تغيير النمو ديال المدينة ولكن المشكلة هو تنمية التنمية شبه غائبة ندينا خالية من مرافق الاجتماعية من الحضائق متنفسة للساكينة اللي كتعاني منذ 30 سنة معاناة مريرة مشاكل متعددة نتمنى ونتمنى ونتمنى وبكل صراحة تكون شي شي تغير حقيقي لأنه سائمنا 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 مدينة الصخيرات كما تعرف الجميع أن المدينة صراحة كما كتسميها الساكينة ديال الصخيرات المدينة من كوبا لأنه منذ سنوات ورغم التعاقب يعني ديال مجموعة ديال المجالس البلدية فما كان شي يعني واحد تغيير يعني البنية التحتية مهترئة وحتى البنية التحتية اللي كيندابة فما يعني ما كافياش للساكينة ديال مدينة الصخيرات فما بالك يعني تم إعادة إيواء ديال ديال دور الصافح هنا في مدينة الصخيرات والساكينة ضعفت والبنية التحتية بقعت على الحال ليلة وتنظن أنه كين غياب ديال ماشي تنظن هذا واقع غياب ديال مرافق العمومية ديال البنية التحتية ديال الطرق يعني كين مشاكل كبيرة حتى الناس يعني ما عندهم مش فيني يخرجوا هنا وفينا يعني كنشوفوا عائلات يعني مثلا ما كينش منتزاهات ما كينش حضائق ما كينش مساحات خضراء وهذه كلها مشاكل اللي يعني العادي والبادي تعرف هذه المشاكل في مدينة الصخيرات واللي في كل يعني في كل انتخابات ناس كترجى الخير يعني في المنتخبين في المجالس البلدية المنتخبة في السلطات على أساس أنه يكون تغير ولكن للأسف فاحنا يعني أبناء كأبناء مدينة الصخيرات تولدنا في هذه المدينة عندنا واحد الغير على هذه المدينة فما تنشوفوا ما كين إلا الأسوأ أولا نبارك الإصلاحات الجارية الآن في الشارع الحسن الثاني وهذه خطوة وبادرة جيدة اللي غادي تزين المرافق العمومي بالمدينة ولكن عدنا ملاحظات كثيرة أن المرافق العمومية ناقصة جدا خصوص الحدائق والمتزاهات خاصة أن الأسر بمدينة الصخيرات لا يزيدون مكان اللي تنزوه ولي الخروج مع ابنائهم إلى مثل المرافق ندعو الجهات المسؤولة إلى العمل على إيجاد هذه المرافق خصوصا ونحن في هذه الأشغال الجارية نتهز الفرصة وندعو الجميع إلى إيجاد حلول هذه المعضلة لأنها معضلة كبيرة في الصخيرات نلاحظوا أن أغلب الجزئات لوحدية الآن في الصخيرات سواء القديمة أو الجديدة فتفتقر إلى هذه المرافق وتنعلموا جميعا بأنه كانت مساحات خضراء مخصصة ولكن تحولت إلى بنايات وزيئات وكانت تنفى بأن المجيس السابق كانت خصصة واحد المساحة للمرافق العمومية والمساحات الخضراء وملائب الأطفال ولكن لحد الآن ما زال ما بدناش ما لاحظناش أنه أوراقين بادرة ولكن بوادر أنه ستقول بأن هذه المرافق ستشرعوا في الإنجاز دياله لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بيس